وبالحديث مشاهدين عن فيروس كورونا سبعة أدوية يمكن أن تساعد الجسم في محاربة فيروس كوفيد 19 المستجد ومنع تكاثره في الجسم هذا ما كشف عنه باحثون في جامعة برشلونة بعد دراسة 6446 دواء مصرح به للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عمان الأستاذ والمستشار في علاج الأمراض المعدية دكتور ضرار البلعاوي دكتور ضرار صباح النور صباح الخير يا ستي لك والمشاهدين الكرام انت راضي على كلمة ضرار انحكت صح اه لا انا مبسوط كتير عشان الناس بس لا ضرار ولا ضرار يعني شي يعني ضرار ضرار يعني شديد البأس حازم يعني جميل جدا جميل جدا شكرا جزيلا على هذه المعلومة يعني باللغة العربية الفصحة بالبداية خيرا نحكي عن البرامفانيل والكاربوفين وغيرها يعني هناك خمس أدوية هي التي تحدى غير هولي الاثنين فيه كمان خمس أدوية يعني كلهم على بعض تقريبا سبع أدوية تحدثت عنهم الدراسة خبرنا عن رأيك بالموضوع يعني يا ستي احنا عشان ما نخليش الموضوع شوي مملة للمساهدين الكرام انا حاب بس اني اوضح فكرة مهمة الا وهي انه الى الان في اللحظة اللي نحكي فيها الان احنا ما في عندنا أدوية مصرح لها لعلاج كوفيد ناينتين طيب ليش يا دكتور ما في عندنا أدوية لأنه الأدوية تأخذ من 10 ل 15 سنة عشان نقدر نعملها ما في دوة بيطلع حلها في يعني ليس منطقيا ولا نحن نتأمل ويطلع عنا الآن عطار علاذ طيب احنا ايش اللي بنعمله احنا اللي بنعمله انه احنا نستخدم الأدوية اللي بنستخدمها لأمراض أخرى بنعملها شغل بنسميها ري بوربوسين ري بوربوسين يعني أنا والله بعرف دوة جاب نتيجة مع فيروس الانفلوينزا وبعرف كيف بشتغل فأنا بقول بدي أستخدمه عشان أقدر أني أحارب فيه فيروس السارس كوفيدو وعشان أختصر على المشاهد الكريم ويشوف هذا الكلام بشكل نظري أنا بس بدي أوضح خلال ها يا ستي أنا هنا في عندي هذا الفيروس هذا هو الفيروس اللي هو السارس كوفيدو وهي الخلية البشرية فلما يدخل الفيروس يا ستي بدي يدخل بده مستقبلات فأنا بمنع دخول الفيروس عن طريق أدوية كتير مهمة أنا أدعو المختصين كلهم أنهم يحاولوا الآن يجربوه أول دوة منسميه كامستات هاي الكامستات أو له ابن عم تاني منسميه نافا مستات وفيه عندنا دوة تاني كتير مهمة اسمه يومفينوفير هذولة اتنين بمنعوا دخول الفيروس للخلية طب يا دكتور ليش لحدنا إحنا ما بنسمع عنهم ما بنسمع عنهم يا سيدتي لأنه للأسف إحنا دوائل هاي دوكسي كلوروكوين أخذ من الضجة الإعلامية بسبب أنه والله رئيس دوري عم بحكي عنه ولا مش عارب بفرنسا عام له دراسة صغيرة عنه وهو دوة رخيص جدا ومتوافر نعم ولكن حدث ذلك على حساب الأدوية التي يجب كانت أنه تأخذ الاهتمام الأكبر من الإعلام صحيح مئة في المئة طيب إحنا منعنا دخول الفيروس على الخلية عن طريق دول الأدوية لهم الكامستات تفامستات أو اليومفينوفير ما يدخل هلأ الفيروس وبدو يتكاثر أنا بمنع تكاثره هاي بمنع تكاثره هون عن طريق إشي من سميه الانتيبيرل مضادات الفيروسات وفيه عندي مضادات الفيروسات مهمة كتير بالعالم عندي دواء اسمه فابيلافير أو فابيبيرافير وهو دواء يستخدم للإنفلونزا باليابان وفيه دواء صرحت عنه كمان روسيا اللي هو أفيفافير وهو كمان دواء مضاد للفيروسات هدول كيف بيشتغلوا؟ هدول بيشتغلوا عن طريق منع تكاثر الفيروس بالخلية نعم ولكن دكتور وكأن تتحدثت عن مجموعة من الأدوية يعني هو كما فهمت منك وكأن فيروس كورونا العلاج لإله ربما يكون هو مزيج من عدة أدوية تستخدم لأكثر من غرض طبي صحيح؟ أحسنتي أحسنتي برافو عليكي نقول لك ليش؟ لأنه إحنا الآن كل ما تقدم فينا الوقت يا سيدتي ببان معنا بأن مضاعفات الكوفيد ناينتين هي ليست أنه البارس بس بدي أنا أقفله يعني بدي أمنع تكاثره يعني برضو بدي عن طريق الرسمي أوضح أنه من أحد الأشياء المهمة اللي لازم نستخدمها هون قبل دخول البارس الخلية اللي هي إشي من سميهم يعني ملطفين للمناعة ليش دكتور إحنا ما نعمل ملطفات المناعة لأنه إحنا نعلم بأنه من مضاعفات الكوفيد ناينتين هي الشيغلة من سميها سايتو كاين ستورم عاصفة المناعة وهاي عاصفة المناعة حقيقة هي من تضرب الحواصلات الهوائية وهي من تقوم بعمل تجلطات محلية في الرئة لا بل وجدنا تجلطات كمان في الادماغ عندنا تجلطات في الأوردة حتى مش بالشرايين وكمان أثرت على الكينيا وزي ما بتعرفوا الآن في مضاعفات كمان على القلب مايوكاردايتس التهاب في عضلة القلب بمعنى آخر اللي تفضلت فيه صحيح مئة في المئة نحن كل ما استمر الوقت نتعلم بأنه يجب يبدو بأنه هذا الفيروس يجب أن نعطيه كوكتيلاً من الأدوية دواء مضاد للفيروسات بدأ نمنع التكاثر أنا كنت حابة أسألك عن دواء وهو عاصفة المناعة وأيضاً كمان ممكن نعطي المريض مضادات للتجلط يمكن واحد يقول دكتور ولكن ربما دكتور جيرار ربما هيك الغريب بالموضوع أنه دواء رمد سفير إن شاء الله يكون عم بنته بطريقة صحيحة يعني هذا الدواء المعروف أنه هو لعلاج الإيبولا يعني وأخذ ضجة كبيرة بالإعلام برأيك هل كانت نتائجه بحجم هذه الضجة؟ دكتور عم تسمعني؟ نعم عم بسمعك يا ستي نعم كنت عم بسألك على الضجة التي لحقت بدواء رمد سفير أخذ ضجة كبيرة بالإعلام لماذا هذه الضجة؟ خاصة بأن هذا الدواء معروف أنه يعالج الإيبولا يعني ستي شوفي إحنا ما نكون بايز يعني لا ننحاز لدواء ضد الآخر دواء رمد سفير إحنا من الأدمي كمان تحدثنا عنها تحدثنا عنها قبل أشهر وهي من الأدمي مضادة للفيروسات يعني زيها زي الفافيلافير وغيرها ولكن هذا الدواء زي ما تفضلته هو دواء استخدمناه إحنا بال2016 في الكونغو وكان ضد الإيبولا وانتهت الدراسة بال2019 وحقيقة لم يتكن له نتائج مهمة لكن له فعالية مخبرية ضد السارس كوفي 2 فأنا نعم ليش؟ لا ابتسوا أن نعمل عليه تجربة وأول تجربة بشرية من نوع RCT يعني من أعلى درجات الدليل العلمي قامت بها مؤسسة حكومية أمريكية هي National Institute of Allergy and Infectious Diseases هذه مؤسسة حكومية يعني ما من قول الله هي من شركة أدوية بدها تنحاز إله والدراسة أثبتت proof of concept أعطتنا دليل دليل يعني علمي بأن هذا الدواء يستطيع تقليل نصف التعافي من 15 يوم إلى 11 يوم وانقللت نسبة أيضا الوقت نعم ماذا بالنسبة للزاناكس يعني من ضمن الأدوية أيضا المطروحة السبع أدوية دواء الزاناكس وهو يستخدم يعني كمضاد للقلق يعني إلى أي مدى نعم خبرني يبدو أننا فقدنا فقدنا الاتصال مع دكتور ضرار البلعاوي الأستاذ والمستشار في علاج الأمراض المعدية شكرا لك دكتور على كل هذه المعلومات على أمل أن نلتقي بك في حلقات مقبلة ومشاهدين يعني مع هذه المعلومات القيمة التي أعطاها إلينا الدكتور يعني ربما أبرز ما جاء فيها هذه المعلومات أنه ربما العلاج علاج فيروس كورونا سيكون هو مزيج من الأدوية التي تفتخدم لأغراض طبية